نحن الانتخابات نريد نوجد حلول لهاي الأزمة اللي نمر بها يعني تعرف اليوم العراقي يمر بأزمة اليوم أي حكومة تجي بالعراق وموجودة هاي التظاهرات هاي الأزمة الاقتصادية يعني جاي تفشل يعني الحكومة السابقة اللي سيد عادل عبد المهدي فشتت بيجاد حلول اليوم هاي الحكومة تعرف لحد الآن يعني صار عندنا بهاي الحكومة توزيع رواتب الموظفين إنجاز للحكومة يعني وصلنا إلى هذه المرحلة يعني فإحنا نحتقد تسريع بإجراء الانتخابات وفق قانون عادي اللي يمكن أن يضمن للأحزاب الجديدة والأحزاب الناشئة تواجد داخل مجلس النواب من أجل إنهاء هذه الأزمة بهذا القانون ما راح يصير أنا أشرت ببدأ حديثي لأن المفوضية تقدر تجري انتخابات وتقدر تسوين استضافة للمفوضية وسلوها يعني صعب إحنا مو قضية راضينا إحنا نشوف هذا ما بي عدالة للأحزاب الناشئة كدولة قانون إحنا كدولة قانون ما عندنا مشكلة إذا ريد ننظر لمصلحتنا الشخصية إحنا ما راح نتضرر بهذا القانون إيش قد تحصلون؟ عدكم فكرة؟ نقدر نحصل جزء بكل دائرة بالمحافظات اللي إنه وجود بيها يعني نحصل بكل دائرة واحد يعني هم ننزل بكل دائرة نزل واحد وعدنا جمهور دولة قانون ما جود جمهور يعني ما راح نتأثر بهذا؟ ما أكيد ما راح نتأثر ترجمة نانسي قنقر